التحالفات السياسية بلبنان متل علاقات المراهقين بتتشقلب وبتبطل عرفين مين مصاحب مين ومين معادة مين ولا على شو مختلفين ولا على شو تتفقوا علاقة الحزب العونية من أغرب العلاقات بالتاريخ العلاقة بينتهم كانت متل صورة نهاد المشنوق مع أنجلينا جولي أو متل صورة حسين الجسمي مع شاروخان وجاكي شعن إشياء هيك مقصة ببعض ولا بتتوقع تشوفها بس بطريقة أو بأخرى صارت السيد حسن نصر الله هو لبناني صميم في قلب لبناني السنائية اللي عملوها الحزب العونية كانت متل واحد ووحدة حبوا بعضهم وكل يلي حواليهم شايفين أنه هيد العلاقة مش زابطة يعني دونت ميكس وهن مصرين أنه رح يزابطوها إجمالا هيك بيصير مع كل يلي بياخدوا من غير دينهم بس سنكية بكل يلي راهنوا على سقوط مار مخاين بقيت هالسنائية محافظة على عمل الدقوب وحافظة الموصلة وعم تشتغل لمصلحة البلد أنه كرميل صهر الجنرال مش عم تتألف الحكومة لعيون صهر الجنرال ما تتألف الحكومة خدوا معي طيروا حكومات وكرميل عيون صهر الجنرال ما تتشكل حكومة وتشاركوا ساحات النضال وناموا سوا بالخيم وسكروا وسط البلد لأن السياح صاروا يتضيقوا من صوت شخيرهم واتفاقيات وتعطيل وفراغ رئاسي بس كلوا بيهون لأن بس يجي الجنرال أكيد رح يمشي البلد البلد ناشي والشغل ناشي والحكي ناشي وبس يطلع صهره رح نصير النام على إي سي بدل من نام بالخيم المهم وجابوا الجنرال رئيس غصبا عن حليفهم الشيعي أحلفوا بسم الله العظيم أحلفوا بالله العظيم أحلفوا بالله العظيم ومنعطل الانتخابات لنمر قنون انتخابي بيخلي صهر الجنرال يطلع نايم ويربح اكترية نيابية وناخد وزارة الطاقة ومن وقتها يا معلم عينك ما تشوف النور موسيقى وعينك ما تشوف الله النور يا بابا سنائية احتكرت بالقوة الفعلية والسياسية المشهد السياسي على القليل بآخر عشر سنين كان نتيجتها بلد بنستغرب إذا بنشوف إشارة مضواية فيه النتيجتها كانت ثورة هي الأكبر بتاريخ لبنان وموجة تهجير وسرقة وداية عن الناس ومع هالشي وقف الحزب بوج الناس وقوع قوع مار مخايل 18 سنة على عيد الزواج كبروا الولاد وصاروا بالجامعة بس طلعوا ما بيعرفوا يسوقوا ولا أسيسا خرج ينحطوا للقيادة بتتخيلوا انه بعد كل شي عملوا الحزب لعون انه عون رح يبقى وافي للحزب وما يجيب سيرتون إلا بالمنيع ما هيك؟ ما هيك بتتخيلوا؟ ايه لا مشال عون تلعب بحديث من كم يوم على الو تي في وانسأل عن رأيه بمواضيع داخلية وإقليمية طبعاً نظراً لقراءته وتحليلاته ياللي بتصيب وبتنجح دايماً المهم مشال عون معروف بمواقفه الصريحة واللي بلا لو فكيه ولف ودوران اه انا قلت عون مش جبران لينتهم مثل بعضهم ولما نسأل عون عن الوضع بغزة وفلسطين عموماً جاوب انه اللي صار هو بسبب رفض الاعتراف بالآخر يعني طلعت القصة انه هول الفلسطينية رافضين يعترفوا بالاسرائيلية والاسرائيلية رافضين يعترفوا بالفلسطينية وهيدا الشي هو اللي أدى للحرب رافض هو الآخر ورفض وجود الآخر مع الشعب الفلسطيني مش انه هيدا كيان نصنع من دول الاستعمار ومدعوم اكتر من انه هيك واحد عم بسوق اكسسير بسيارته الفيمية حد عين التيني وطلع الحال انه يعترف كل واحد بالتاني يا سلمي بس هلمي هيا الموضوع سهل وانتو نازلين تتبيح ببعضكن خلص ليه ما كل واحد بيعترف بالتاني وبتحلوه لو لح بلش صرت عليك عنجاد لازم الاسرائيلية يستفيدوا من خبرة العونية بالاعتراف بالآخر مثل بلدية الحدث ومثل تعطيل نتائج مجلس الخدمة المدنية وحراس الأحراش والقانون الانتخابي وغيرها هيا كلها امثل ودروس بالاعتراف وقبول الآخر والعدل والمساوات والتعايش الأجمل بيكفي عون وبيقول انه نحنا مش مرتبطين مع غزة بمعاهد الدفاع وهي دي يعني شغل التلجيم على العربية مش مرتبطين باتفاق مع غزة لبنان مش ماتفاق يعني من الأخير وما بده تحليل الزلمي عم بيقول شو هالمغامرة يلي مفوتنا فيها حزب الله كله من ورا هالدولة يلي ما قادرة تلمه وقال انه الحديث عن انه يلي عمله الحزب هو خطوة استباقية رأيه وهو للأمانة ما بيبعد الخطر هو بيزيده اوكي؟ يعني بالنهاية حتى عون طلع وقت الخطر قوات الهاية ما رح يمشي معهم غير العصاية بس هالمرة ما فيهم يتصرفوا كأنه ناجح حيك اللي عم بيحكي ويقولوا انه مشال عون ما بيمثل التيار يعني بالمحصلة بيطلع عنا انه مشال حيك هو تاني اهم حيك بالتوقعات بعد ناجح حيك يعني حزب الله هلا رابط جبهة لبنان بجبهة غزة كل الشعب اللبناني يرفض هيدا الشي ان احنا ما بنقدر نوقف معه هيدا احنا ضد باختصار بتكتشاف انه العونية مع القضية الفلسطينية بس لانه بدهم الفلسطينية يظهروا من لبنان الحلو بالجنرال عون انه متله متل الشعب بينقع الوضع العام وانه ما في دولة وكله فساد ومافيات وكأنه قبل ما يطلع رئيس كان مفكر حاله بعده بفرنسا ونحنا هيك غشيناه عم بيعمل متل رفيقك ياللي راح أسبوع على دبي ولما بيرجع بصير بيستغرب كيف الناس بلبنان بتقطع على الإشارة الحمرة ميشيل عون عنده عادة علمه من صهره بيتصرفه كأنه رئيس جمعية بيقية مش انه حزب كان بمثابة حزب حاكم احتكر وزارة الطاقة ومكلفة هيدا الوزارة الدولي مليارات ببلد ما فيك تضوي فيه غسالة مع مايكرويف انه منطلع رئيس جمهورية ورئيس حكومة ومناخد وزارة الطاقة والخارجية والدفاع ومناخد أكبر كتلة نيابية ومنتحالف مع كل ياللي منقول عنه نفاس دينه وبينهار البلد وبيفلس وآخر شي شو؟ آخر شي يسمعوا؟ منبسط انه السد المسائل حق عبا ماي أسبوعين ببلد بكل شارع في جورب عباية ماي أغمأ منه ومنقول هيدا عهد قوي وسلمنا البلد أحسن ما استلمناه يا عليك شو اشتاعت لنكتك؟ طب نحن اسمعناكم انتو هلا اسمعونا انتو ما سلمتوا بلد انتو عملتوا متل ياللي بيكون عنده لمبة خربانة ومسر انه ما بده كهربجة وهو بيعرف يصلحها آخر شي عمل ماس كهرباء وحرق البيت كله ومن بعد كل هالشي رجعتوا متل قبل تنظروا وتلوموا غيركن على ما صيبكن ما حدا أغلى من شباب البلد ياللي هاجرت من بعد ما قلت الله اللي مش عاش بوي هاجر واللي بعدك مصر تطلع تذكره انك كنت موجود لأن ست سنين من وجودك كنت تماما متل عدمك إذا شي هلأ أرحم كمان واللي بيفشل ميت سطر تحتها اللي بيفشل اللي بيفشل بيقعد بالبيت وبيحتفل بعيد ميلاده عالسكت مش بيطلع بينظر متل الي اللي مات بأول ده من كاونتر سترايك وبيضله عم بيصرسع راسنا باقي اللعبة وبينظر علينا شو لازم نعمل